والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة الراديولوجي الثالثة الرادياشن هازارت اند بروتكشن سمية او ضرر اشعة الراديولوجي وكيف نحمي نفسنا من ضرر الراديولوجي طيب الرادياشن افكتس ضرر الرادياشن بانه يؤين الخلايا يؤين التركيب للخلايا يغير تركيبها لما يؤين الخلايا يغير تركيبها تتغير تركيبها الكروموسومات النواة لما تتأين حيتغير تركيبها وهيتغير النتيجة اللي تنتج من ارتباطها مع بعض وهذا الشيء هو اللي يسبب الطفرات لما تتعرض الخلايا للاشعاعات بالذات الخلايا الجنسية اللي هي في الرجل وفي المرأة او اثناء الحمل وقت تكون الجنين في بطن الام فهذه الطفرات هي اللي تأثر في الاجيال القادمة رادياشن that produces ionization resulting in harmful effect and produces biologic change in living tissues يعني الاشعاع اللي تنتج ايونات او تأين الانسجة او الخلايا اللي تتعرض لها هي اللي تسبب اثر ضار تمام على الانسجة الحيوية في الانسجة الحية على الجزء الحيوي في الانسجة الحية although the amount of x radiation used in dental imaging is small biologic changes do occur رغم انه الرادياشن اللي مستخدم في اشعة الاسنان مرة قليل الا انه يؤثر يسوي biologic damage يعني يسوي ضرر the entire x-ray area is considered a radiation hazard area the end radiation hazard area sign must be posted in a site of all personal and patients المنطقة اللي تأخذ فيها الاشعة او يوجد فيها جهاز اشعة تعتبر منطقة اشعاعية radiation hazard يعني منطقة اشعاعية فيها فيها ضرر للاشعاع تمام ولازم تنحط فيها لوحة باينة على مرأة الجميع من الموظفين ومن المرضى انه هذه المنطقة منطقة اشعة التشو دمج اش هو الضرر اللي ينتج في الانسجة من الرادياشن in dental radiography not all x-ray passes through the patient and reach the dental film the patient's tissues absorb some x-ray when the energy from the x-ray photon is absorbed chemical changes result in biologic damage في اشعة الاسنان مش كل الاشعة اللي توصل للسن يمتصها الفيلم في اشعة تكون سكتر في اشعة تكون سكندري تمتص من من اله في انسجة الباشنت الاخرى اللي غير الاسنان او اللي غير موجه لها الاشعة وممكن يمتصها كمان الابريتر انسجة الابريتر تمتص هذه الاشعة اللي هي سكتر وسكندري تمام فالاشعة هذه او الطاقة هذه اللي تنتج عنها الفوتونات وتمتص تسوي تغييرات كيميائية تمام في الانسجة الحيوية تسوي ايش تغييرات كيميائية زي ما قلنا المركبات اللي في الخلية لما تتأين تتغير اشارتها من موجب الى سالب او من سالب الى موجب عن طريق التأين فهنا تحصل تغييرات كيميائية في تركيب الخلايا والنواة والكروموسومات طيب البيولوجيك افكت اكسبوجر تورادييشن كان برينك اباوت تشينجز ان بادي كيميكالز سيلز تيشوز اند اورغنز لما يتغير لما نتعرض للاشعاع ونبدأ من اصغر جزء في الجسم الى اكبر جزء في الجسم فلما يتغير عندي التركيب الكيميائي في الخلية ينتج عنها تغير في الخلية تغير التركيب الخلية حينتج أنها تغير في تشوف النسيج تغير تركيب النسيج حينتج أنه تغير في تركيب العضو احنا لما نعرف أنه تسلسل الحيوي في جسم الإنسان أنه الخلية تسوي نسيج النسيج يسوي عضو والخلايا تكون مكونة أساسا من مواد كيميائية فاحنا نعرف نفهم هنا التغير التغيير الأساسي من الرادياشن حيكون في كيميائية الخلية حتتغير لي الخلية الخلية تغيرت حيتغير لي النسيج النسيج تغير حيتغير لي العضو العضو تغير حيتأثر جسم الإنسان بشكل كامل The effects of radiation may not become evident for many years after the time the x-ray were absorbed this time lag as called the latent period التغيرات اللي تحصل عادة إذا ما كان كمية الإشعاع مرة كبيرة يعني إذا كان جرعات إشعاع صغيرة جدا على فترات طويلة من الزمن تمام فالتغيرات ما حتكون واضحة تمام حتبقى يعني فترة طويلة ما في أي أثر هذه الفترة اللي ما بين التعرض للإشعاع إلى ما بين ما تظهر نتيجة على جسم الإنسان تسمى اللاتنت بيريد أو الفترة الكامنة تمام طبعاً إحنا ما نتكلم عن الإشعاع اللي يتعرضون للمرضى في الأشعاع لما يسوون أشعاع لما يسوون أشعاع مرة واحدة مثلاً في السنة أو مرة واحدة في الشهر نتكلم عن الناس اللي تتعرض لإشعاعات بجرعات قليلة لكن على فترات طويلة من الزمن زي مين؟ زي الراديولوجي أوبريتر تمام؟ اللي ما يحمي نفسه وما يكون حريص إنه يحمي نفسه من التعرض للإشعاع تمام؟ يعني فيه احتياطات إحنا نلتزم فيها عشان نحمي نفسنا من أثر الإشعاع اللاتنت بيريد اللي هي time between exposure to ionizing radiation and appearance of symptoms اللي هو الفترة ما بين التعرض الأولي للإشعاعات المؤينة إلى ما بين ما ظهر فيها أعراض على جسم الإنسان بسبب هذه الإشعاعات هذه الفترة اللي ما ظهر فيها شيء فترة طويلة وعادة تمتد السنوات اسمها اللاتنت بيريد أو الفترة الكامنة طيب الكميوليتف افكت الأثر التراكمي كاميوليتف افكت الأثر التراكمي يعني لما يتعرض الإنسان للأشعاعات مرة على مرة على مرة على مرة وقعده تتراكم 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 هذه اسمها كاميوليتف افكت over a lifetime طول حياته هو يتعرض الإشعاعات تمام فالإشعاعات هذه اللي تعرض لها طول حياته في النهاية سببت ضرر معين الضرر هذا اسمه كاميوليتف افكت أو الأثر التراكمي لهذا التعرض يعني هذا الكلام يحصل فيها بعض الضرر الأنسجة تستطيع سبحان الله أنها تتجدد وتصلح نفسها بنفسها تمام لكن تعرض على تعرض على تعرض حيصير في الأنسجة ما قاعدة ترجع لطبيعتها بشكل كامل 100% يعني ما أمدى النسيج صلح نفسه 100% مثلا صلح نفسه 8% رجع تعرض الإشعاع رجع للصفر من جديد أخذ وقت أنه يصلح نفسه مثلا من جديد رجعنا للصفر يعني أخذنا في ناس سبحان الله عندها هوس أشعة أو تعتقد أنه الأشعة مضارة فتلاقيها كل شوي يسوي أشعة كل شوي يسوي X-rays أي كان السبب فهذا الشيء هو اللي قاعد يضر جسم الإنسان طيب الأكيوت أند كرونيك رادياشن إكسبوجر أكيوت يعني إيش حاجة طارئة أتعرض الكمية كبيرة من الإشعاع في وقت قصير أو فجأة كذا سواء كان فيه انفجار إشعاعي زي انفجار مولد شرنوبل اللي كان في أوروبا أو اللي هو القنبلة النووية اللي فجروا في الهرشيما هذي كلها كان إيش آكيوت رادياشن إكسبوجر يعني فجأة وبشكل طارئ وبكمية كبيرة تعرضوا الأشعاع الكرونيك رادياشن إكسبوجر اللي هو هيكون على كميات قليلة على فترات طويلة من الزمن يعني هو في مكان يشتغل في مكان مشع أو قاعد يتعرض لإشعاع جرعات صغيرة من الإشعاع حوالينه طبعا يأما ساكن تحت خط كهرب يأما ساكن قريب مصنع يأما في أشياء مشععة أو في مواد مشععة مدفونة في الأرض هو موداري عنها فهذا الكرونيك رادياشن إكسبوجر اسمه كرونيك مزمن تعرض مزمن الأكيوت رادياشن إكسبوجر occurs when a large dose of رادياشن is absorbed is in a short period such as a nuclear accident لما يكون التعرض لكمية كبيرة من الإشعاع في وقت قليل جدا حيكون عندنا هذا أكيوت رادياشن إكسبوجر مثل إيش قال لكم مثال مثل الانفجارات النووية زي ما قلت لكم مصنع تشارنوبل أو مولد تشارنوبل اللي كان في أوروبا وانفجار قنبلة هرشيما طيب الكرونيك occurs when small amounts of radiation are absorbed repeatedly over a long period of time في قضية صارت في لوس أنجلوس في أمريكا كان في خط مولدات كهربائية أو عواميد كهرباء قريبة من حي من الإحياء حتى هذا القصة الواقعية سووها فيلم حق جوليا روبرت كانوا في جنبهم أعمدة كهربائية مرة في الحي حقهم أو في البلدة حقهم وكانت تطلع إشعاعات فالإشعاعات هذه أو كانت تؤين الهواء الهواء اللي حوالينهم هم يتنفسون يتنفسون هوا مؤين فكان مسبب لهم ضرر التأين أو ضرر الإشعاعي وكانوا يتعرضون للسرطان الأطفال كبار السن فعلى فترة 15 سنة إلى 20 سنة كانوا كثير من أهل هذه البلدة وصيبوا بالسرطان بسبب التعرض المزمن لهذا الإشعاع تمام فالكرونيك رادياشن إكسبوجر اللي هو التعرض لكميات محددة من الإشعاع على فترة طويلة من الزمن وكمان حتسوي لهم ضرر هي حتى حتسوي لهم ضرر في جسمهم مضرر كبير ما هو شوية بس إنها حتكون ما هي قاتلة فورية يعني حتسبب لهم مرض حتسبب لهم خلل في جسمهم بس ما تكون قاتلة فورية زي في الأكيوت رادياشن الأكيوت رادياشن على طول موت طيب التأثير من الكرونيك رادياشن زي ما قلنا ما هيكون ملحوظ في البداية هيبين بعد فترة طويلة من الزمن من التعرض طيب الأفكت أوف رادياشن أثر الإشعاع The skin eye and oral mucosa all of which might be affected by dental imaging have a fairly high sensitivity to radiation أي جزء في الوجه وفي الرأس ممكن أنه يتعرض للأشعاع ممكن يكون حساس للأشعاع طيب تمام وفيرلي هاي يعني بنسبة عالية طيب X-ray effect هي أما يكون Genetic cell effect اللي هي التأثير على الخلايا الجينية اللي لها اللي مسؤولة عن إنتاج أجيال جديدة في بويضات المرأة في الخصية عند الذكر أو في الجنين هو في بطن أمه قاعد يتشكل يعني في المراحل الأولى من الحمل هذه هنا اسمها Genetic cell effect حتأثر لي في الجينات تمام السوماتيك cell effect اللي هي التأثير في الخلايا الجسدية يعني ما هي مسؤولة عن التكاثر لكنها مسؤولة عن تشكيل أنسجة الجسم طيب نجي عند الGenetic cell effect Genetic effect effects of radiation that are passed on of the future generation through genetic cell reproductive cell اللي هو sperm and oval Genetic effects حيكون تأثير على تأثير الإشعاعات على الأجيال القادمة لما تتأثر الخلايا الجنسية في جسم الإنسان في sperm اللي هو الحيوانات المنوية وفي ال oval اللي هي البويضات الأجيال القادمة حتنتج من البويضة والحيوان المنوي فإذا كان فيهم خلل جيني بسبب الإشعاعات حيكون في تشوهات في الأجيال القادمة حيكون في طفرات مو شرط يكون تشوه حيكون في طفرات تقزم تعملق يعني أي أن كانت الطفرة اللي تحدث في الجين ممكن تكون طفرة قاتلة ممكن تكون طفرة تشوه دس اللي تعطيني كائن مشوه أو كائن أو جسم بيبي في خلل السوماتيك سيلز افكت سوماتيك افكت 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 تشوه تشوه that cause illnesses and are responsible for poor health such as cancer لوكيميا and الهي الكاتراكت الخلايا الجسدية حيكون تأثير فيها تأثير الرادياشن فيها حيكون فيه تركيب الخلية نفسها وفيه انقسام الخلية نفسها طبعا احنا نعرف انه الاورام السرطانية حتكون نتيجة انقسام متطفر او غير طبيعي للخلايا الحية احنا عارفين انه جميع الخلايا اللي موجودة في جسم الانسان انها تنقسم تنقسم يعني فيه خلايا جديدة قاعدة تنتج فيه خلايا قاعدة تموت وتفقد فالخلايا الجديدة اللي قاعدة تنتج لما تتطفر من بسبب التعرض للرادياشن تمام ويصير عندي تطفر في انقسامها صار عندي هنا انا كانسر سرطان او اللوكيميا اللوكيميا اللي هي سرطان الدم طبعا الاشعاعات هتأثر على مخازن انتاج النخاع في جسم الانسان النخاع وين ينتج ينتج في والخلايا البيضاء تنتج في النخاع النخاع العظمي لجسم الانسان فلما يكون عندي خلل في النخاع بسبب التعرض للاشعاعات انا صار عندي هنا تطفر انتاج زيادة خلايا الدم البيضاء صار عندي بيضاء ضد دم ايش هو اللوكيميا اللوكيميا لما تكون نسبة الخلايا البيضاء في دم الانسان زيادة عن الحد الطبيعي واكثر من الخلايا الحمراء في جسم الانسان هنا انا عندي يصير عندي لوكيميا احيانا يكون فيه التهابات في اجسام الاطفال او التهابات في اجسام نحن ويسوون تحليل دم يشوفون ادد الخلايا الكريات الدم البيضاء مرة مرتفع فيشوفون السبب اذا كان ما فيه التهاب ما فيه اي مرفق يسبب ارتفاع الخلايا الدم البيضاء كرد فعل دفاعي للجسم هنا يشكون انه هذا الانسان فيه سرطان او اللي هو سرطان الدم لوكيميا الكاتركتز اللي هي خلا اللي هو سرطان الجلد كمان هذا ينتج عن التعرض للاشعاع يكون تأثير سوماتيك افكت الاكس راي كان دامج سوماتيك تشوز بات دامج فروم سوماتيك افكت از نات باست ان تو دا فيوتر جن الانسان السوماتيك افكت هيكون على جسم الانسان نفسه الضرر هيكون على جسم الانسان نفسه ايا كان نوع الضرر اللي كان لكن ما حيمر لل الاجيال القادمة يعني اذا شخص فيه كانسر اذا الام فيها كانسر لقدر الله وكانت حامل ما حينتقل الكانسر للبيبي او حتى لو كان فيها كانسر وحملة بعد ما كانت مصابة بالكانسر حملة ما حينتقل الكانسر للبيبي السوماتيك افكت ما حينتقل الى الاجيال القادمة سواء من طرف الذكر او من طرف الانسان طيب الكريتيكال اورغنز اكثر الاعضاء حساسية للاشعاعات رغم انو الضرر المترافق مع الاشعاعات الاسنان مرة محدود مرة قليل مرة صغير الا انو في اه في اه تشوز محددة واعضاء محددة في جسم الانسان حتكون معرضة للاشعاع زيادة عن غيرها في اشعة الاسنان طبعا احنا لما نقول اشعة اسنان يعني ما حنفكر في يد ولا في رجل ولا في صدر ليش لانو اشعة الاسنان غالبا محددة بالرأس فحيكون الرأس ايش يحتوي يحتوي الجلد يحتوي الثيورويد اللي هي الغدة الدرقية اللي في العنق يحتوي اللنس اف دا اي ادسات العين يحتوي البون مارو العظم عندنا اي عظم في جسم الانسان سبحان الله موجود فيه بون مارو اللي هو نخاع عظم فالنخاع العظم اللي موجود عندنا فيه عظام الوجه هيكون يتأثر بالاشعاعات طيب الرادياشن مجرمنت two sets of systems are used to define the ways in which radiation is measured عندنا نظامين تمام يقيسون فيها كمية الاشعاع عندنا traditional system او standard system وعندنا system international يعني traditional system اللي هو النظام التقليدي او النظام العادي اللي standard system وعندنا system international او النظام العالمي طيب units of radiation طبعا هذه ما لها اي حل الا انكم تحفظونا حفظ زي ما هي وقليل تيجي عليها اسئلة لكن احفظوها الاكسبوجر مجرمنت الاولى هيكون number of ايونايز produced in the air كمية الايونات اللي تنتج في الهواء اللي هي القياس الاول عندنا الرنق اللي هو الريون تيجن الكلومبس per كيلو جرام طيب ثاني نوع القياس اللي هو الابزوربت دوز مجرمنت كمية الاشاعة الممتصة في الجسم الاماونت الاماونت الانيرجي ابزوربت باي ارغان تيشو رادياشن ابزوربت دوز اللي هي الراد وتقاس في الانترنشنال تقاس بالقري في الستاندر سيستم تقاس بالراد في ال الانترنشنال سيستم حتقاس بالقري طيب الطريقة الثالثة اللي هي دوز اكيولفنت مجرمنت اللي هي التأثير التراكمي للاشاعة او دقري اوف دامج قديش الاشاعة هذي ضارة يقاس في الستاندر سيستم بالرم اللي هو الرنج تان اكيولفنت ان اه يومن ويقاس في الانترنشنال بس سيبرت اس في انتو بس تحفظون كل وحدة كل قياس اشي قيس بالضبط الوحدة اللي تستخدم في الستاندر سيستم والوحدة اللي تستخدم في الانترنشنال سيستم طيب الماكسيمم برينسيبل دوز اعلى جرأة اسموحة للتعرض لها يعني في عندنا ماكسيمم في عندنا اه الماكسيمم بالنسبة للباشينت والماكسيمم بالنسبة للأكش اكيوبشنال اه بيرسنال الماكسيمم برينسيبل دوز او اعلى جرأة مسموح التعرض لها يعني اذا وصلت هذا الحد خلاص ممنوع تتعرض للأشعة زيادة اكثر من كده هيكون خطر على حياتك الماكسيمم برينسيبل دوز اللي هو الانبي دي اس دا ماكسيمم دوز of the رادييشن اكويفلنت that a بادي is permitted to receive in specified period of time الهي اقصى جرأة ممكن انك تتعرض لها في هذي الفترة الزمنية the maximum principal dose of radiation for persons اكويفلنت exposed to radiation is 5000 ملي رم or 5.0 رمز فرير يعني الاشخاص اللي يعملون لاحظوا يعملون في عمل العمل هذا يطلب منهم التعرض للاشعاعات الجرأة المسموحة لهم 5000 ملي رم او خمسة خمسة رم في السنة كلها لكل السنة تمام طيب the maximum principal dose of non occupational exposed person للاشخاص اللي ما يشتغلون في مكان اشعاعات او يعني للمرضى العاديين او للاشخاص العاديين هيكون the current mpd is 0.1 رم every year هيكون 0.1 زين لكل السنة طبعا هذي الرم لكل over a year هذي اللي هي الستاندرد الانترنشنل الانترنشنل هتكون SV over a year طيب الدنتال برسنل should strive for occupational dose of 0 by adhering to strict radiation protection practice 0 exposure is not difficult to achieve when radiation safety precautions are taken الاشخاص اللي يعملون في مجال يخليهم يتعرضون للاشاعات تمام الجرعة المثالية لهم هي 0 كيف يحصلون الجرعة 0 يحصلون الجرعة 0 بالالتزام بالتعليمات الوقائية للتعرض للاشعة وهذا شيء ما هو صعب إذا أنهم التزموا بالتعليمات السلامة أو احتياطات السلامة المضبوطة والصحيحة هم ما حيحمون نفسهم ما حيتعرضون للاشعاع طيب الرادياشن safety كيف نحمي نفسنا من التعرض للاشعاع أول حاجة أول شيء أول خط دفاع أو الخط الدفاع الأول في safety للتعرض للاشعاع اللي هو الجهاز الكويس اللي ما يسرب لاشعاع بشكل فوري أو تستبدل The X-ray tube head must be equipped with The X-ray tube head لازم يكون موجود فيه التالي عشان يحمينا من تسرب الأشعاع الالمنيوم filter والليد kilometer والposition indicator device هذه الثلاثة أشياء حق تقلل اللي هو التسريب الأشعاع أو عدم الاستفادة من الأشعاع يعني أنا أستفيد من الشعاع اللي أنا أبغى بالضبط بدون أي تسريبات زيادة الالمنيوم filtration The purpose of الالمنيوم filter is to remove the low energy long wavelength last pint rating least pint rating X-ray from the beam إحنا مو قلنا إنه الأشعاع اللي يكون طولها الموجي قصير وتخترق هي اللي مفيدة هي اللي نستفيد منها والإشعاعات الثانية اللي طولها الموجي طويل وما تخترق غير مفيدة وبس تكون إشعاعات ضارة بس طيب وظيفة الالمنيوم filter إنه يسمح للأشعع المفيدة فقط إنها تخرج الأشعع اللي لها low energy طاقتها ضعيفة اللي طولها الموجي طويل ما نستفيد منها واللي ما تخترق أو الاختراق قوة اختراقها ضعيفة هذي يخليها هذي يخليها جوا ما يخرجها لي من الأساس طيب these these x-ray are harmful to the patient and are not useful in producing diagnostic quality images الشعاعات اللي طولها الموجي وطاقتها ضعيفة طولها الموجي طويل وهي ما تخترق هي بس مضرة للمريض وفي نفس الوقت احنا ما نستفيد منها اي حاجة طيب نجي للكالوميتر الكالوميتر احنا عندنا حين فلتر فلتر ألمنيوم قلنا عندنا الفلتر الألمنيوم فيه عندنا اثنين واحد مثقوب من النص واحد كامل اللي مثقوب من النص هذا حاجة اسمها الكالوميتر كالوميتر الثقب هذا هو اللي حيطلعلي الأشعة على قد هذا الثقب اللي موجود is a metal disc used usually lead with a small opening in the center to control the size and shape of the x-ray beam as it leaves the tube head الثقب هذا حيسمحلي اني اتحكم في شكل حجم قطر الأشعة اللي حتخرج من the tube head used to وظيفته الكالوميتر restrict the size and shape of the x-ray beam to reduce patient exposure اللي حدد لي شكل وحجم الأشعة اللي حتروح للمريض to improve the quality of image by reducing competent scattering يحسنلي جودة الصورة بحيث انه يقلل الأشعة على السكتر لانه حيكون الأشعة اللي حتطلع لي على قد الثقب بالضبط حتكون مركزة في مكان معين حيكون كمية السكتر في الأكسري أو التشتت في الأكسري حيكون مرة قليل وهذا يزيد لي من جودة الصورة طيب الشيب أو كليوميتر احنا قلنا لكم قبل انه الكليوميتر فيه ركتانجلر مستطيل وفي اللي هو الراوند هذا راوند أو ركتانجلر opening يعني ما يكون مستطيل أو دائري الركتانجلر كليوميتر restricts the beam to an area slightly larger than size to intraoral film and significantly reduce patient exposure لما يكون مستطيل الكليوميتر يكون مستطيل ويكون اكبر بحتة بسيطة من الفيلم اللي انا حاطته في فم الباشينت هذا الشي حيقل للي حيقل للي كمية الاشعاع اللي تعرض لها المريض تمام غالبا يكون الركتانجلر على size 2 اللي هو الفيلم مقاس 2 حيكون الركتانجل اللي هو الكليوميتر على على قد الفيلم مقاس 2 زي ما احنا شايفين الفوق اللي هو الراوند حيكون ما اخذ لي الفيلم مقاس 2 وكمان زيادة عليه طب ال position indicator device اللي هو القمع هذا الطويل اللي احنا نحطه على وجه المريض عشان ناخد صورة الاشعاع الاختصار حقه BID The BID or cone is device used to aim the X-ray beam at the film while it's in the patient mouth to minimize the amount of radiation to the patient اللي هو زي القمع تمام اداة تستخدم لاستهداف او تركيز الاشعع في المكان اللي احنا نبغاه اللي هو على الفيلم بالضبط المكان اللي احنا نبغاه نوجه على الفيلم بالضبط حتقلل لي كمية الاشعاعات اللي يتعرض لها المريض الtypes of cones الcones لها انواع يام ما يكون round يام ما يكون rectangular اذا انا عندي الكلوميتر rectangular حيستخدم cone rectangular اكيد اذا عندي الكون او الكلوميتر round حيستخدم الكون round تمام round shape or rectangular shape is available in two lengths موجود بطولين short اللي هو 8 inch والlong اللي هو 12 to 16 inch يعني المقاصات اللي موجودة عندي اما short هي اما long short حيكون 8 inch long حيكون 12 to 16 inch طيب long اللي هو position indicator اللي هو 12 to 16 inches more effective than the short 8 inch BID and reducing exposure to the patient because it caused less divergence spreading out of the B يقول لكم الكون الطويل اللي هو من 12 الى 16 اكثر فعالية من الكون القصير اللي هو 8 انش في تقليل التعرض للمريض لانه يسبب اقل انتشار للاشعة يعني لما يكون الكون طويل حتكون تركيز الاشعة اقل شايفين الصورة اللي فوكس والصورة اللي تحت اللي هي الاشعة كيف الانتشار حق الاشعة في من الجسم يعني على الطرف يعني كمية الانسجة في رأس المريض اللي تعرضت لاشعاعات في ال16 اقل من كمية الانسجة اللي تعرضت الاشعاع في الكون رقم 8 المثلث هذا الطويل شايفين طيب البروتكشن اند منترينج اللي هي الحماية والتحكم طيب البيشن بروتكشن كيف نحمل مريض من التعرض للاشعاعات الزايدة في الاماكن اللي ما نبغاها او محنا مستفيدين انها تتعرض للاشعاع باستخدام الحماية المثالية من الاشعاع كمية التعرض كمية الاشعاع اللي تعرض لها المريض نقدر ايش نقدر نقللها اول حاجة عندنا نبغى بس الاسنان خلاص نغطي الغيرويد لازم احنا نلبس المريض الليد أبرون with thyroid collar طيب الليد أبرون should cover the patient from the neck and extend over the lab area to protect the reproductive and blood forming tissues from scatter radiation الليد أبرون المثالي سيكون يغطي من العنق منطقة الصدر منطقة الريبرودكتف area المنطقة التناسلية وكمان الى الفخض لماذا لانه اغلب انتاج الخلايا الدموية ستكون فيه نخاع عظم الفخض الانسجة اللي تنتج الدم حتكون محمية الثيورويد كولر او اللي يستخدم على العنق is a flexible lead shield that is placed securely around the patient neck to protect the thyroid gland from scatter radiation هو طوق زي الطوق برن يحمي تمام ينحط حوالي عنق المريض عشان يحمي الثيورويد gland او الغدة الدرقية من انها تتعرض للاشعع منطقة الغدة الدرقية اكثر منطقة تتعرض للاشعع في اشععات الاسنان لانها قريبة من الاسنان فعشان يحمونها من التطفر ويحمونها من التغير السوماتيك شينجز لازم يلبسون المريض ثيورويد كلان ثيورويد كولر الثيورويد gland كولر طيب الليد أبرون والثيورويد كولر مصنوعة زي ما هو زي ما هو الليد أبرون اللي هو رداء مصنوع من من الليد او من مادة معدنية اسمها الليد فهذه المادة لما ينصفط يتصفط الليد أبرون حيصير فيها كراكس حتتشطب حتتكسر المكان هذا اللي مكسر في الليد أبرون حيتدخلي منه العشاعات عشان كيدا الليد أبرون والثيورويد كولر لازم ما يتصفط يتعلق او ينحط في مكان محفوظ بحيث انه ما يصير له تكسرات تمام خلط انه يتصفط طيب الليد أبرون والثيورويد كولر يجب يجب تكسر أو ليد أوفر أراوند بار يعمى انه يتعلق بعلقة زي الصورة الأخيرة يعمى انه ينحط على شي دائري ينحط على شي دائري زي العامود دائري أو على يد كرسي أو انه شي دائري ينحط على شي دائري بحيث انه ما ينكسر طيب فيه كمان وسيلة حماية يعني غير الليد أبرون وثيورويد كولر عندنا الفاست سبيد فيلم الفاست سبيد فيلم حتصور لي الأشعة بسرعة فائقة حتقلل لي كمية التعرض اللي يتعرضها الباشنط للأشعة لما يستخدموا صور الأشعة التقليدية اللي تتحمض اللي تحتاج تحميض فهنا يقول لكم انه الفاست سبيد فيلم تمام حيكون مثالي لتقليل التعرض للأشعة طيب الإكس راي فيلم سبيد رايتنج رايتنج فروم اي سبيد اللي هو ده سلوست أبطأشعي تو اف سبيد اللي هو ده فاست ده فاستست أسرع شي فأي سبيد يعني مرة بطيء اف سبيد يعني مرة فاست اللي هي مقاسات للسرعة حق الأفلام كل ما كان الفيلم سريع كل ما كان كمية التعرض أقل the size of silver bromide crystals on the film is the main factor in determining the film speed كم حجم اللي هي برومايد الفضة اللي هي كريستالات برومايد الفضة اللي موجودة في الفيلم هي اللي تحدد لي سرعة الفيلم كل ما كانت الكريستالات كبيرة حجمها كبير كل ما كان الفيلم سريع the larger the crystals the faster the film الكريستالات الصغيرة تعطيني سرعة قليلة كريستالات الكبيرة كريستالات برومايد الفضة إذا كانت كبيرة حتعطيني فيلم سريع رجع عاد لكم مرة ثانية إنه الفاست سبيد فيلم هيكون وسيلة فعالة جدا في تقليل التعرض للشعب بالنسبة للمرضى طيب الديجيتال راديوغراف الديجيتال راديوغراف الديجيتال راديوغراف reduce dose of ionizing radiation from 40% to 75% تمام التصوير الأشعة الرقمي سواء كان direct أو indirect هيكون يقلل كمية التعرض للإشعاعات المؤينة من 40 إلى 75% 75% compared of the speed فيلم 50% compared to e speed film 40% compared to f speed film طبعا هذه تحفظون هاي ما هي كده وحتجي عليها اسئلة انه الكمية التخفيض للرديجيتال في d speed film قداش هيكون في e speed film قداش هيكون في f speed film قداش هيكون هي مجرد أرقام تحفظون هاي طيب image receptor holding device اللي هي الرينجز اللي حنستخدمها في التعرض للإشعاع وحتى تعطيني دقة صورة عالية بحيث انه ما احتاج اعيد الصورة مرة ثانية فهذا شي يقلل لي كمية التعرض اذا انا ما احتجت اني اعيد الصورة مرة وثنتين وثلاث كمية التعرض قلت احنا في الصور العادية نقول للمريض ثبت الصور ثبت الفيلم باصباعك صح؟ طب هنا اصباع المريض تعرض للأشعة طب احنا لما نستخدم هذه الديفايس اللي هو image receptor holding device جنبنا المريض انه اصباعه يتعرض للأشعة بدون داعي these devices also hold the image receptor in a suitable position and assist the operator to properly position the BID كمان الغرض منها غير انها تحمي لي الاصباع من التعرض للأشعة انها تثبت لي الفيلم في مكان محدد في الهذه بحيث اني القط الصورة مرة واحدة وتكون مرة perfect ما احتاج اني اعيدها مرة ثانية طب ال exposure factor او يعني مثلا انا قاعدة اصور اسنان انتيريير فهي تحتاج كمية اشعاع قليلة فما لدائي ارفع الكيلو فولتج او الملي عمبير زيادة فوق الحاجة فانا اذا عرفت كل صورة بصورها في الاسنان قديش تحتاج كمية ملي امبير وقديش تحتاج كيلو فولتج بالضب انا هنا وفرت على المريض انه يتعرض لكمية اشعاع زايدة مالها لازمة تمام حيقلل كمية التعرض للمريض الى اقل حد في بعض اليونت هيكون في اعدادات مسبقة يعني انا بس اختار patient adult سين انتيرير سيعطيني اعدادات مسبقة كيلو فولتج والملي امبير بحيث انه يقلل للتعرض هذه في الاجهزة الحديثة عادة احنا ما نحتاج نضبط حاجة بس نختار اذا كان المريض بيدو اذا كان المريض فات اذا كان المريض ثن اذا كان المريض صورة انتيرير ولا صورة بستيرير حق الاسنان هو الجهاز يضبط المقاسات او الارقام على الشيء الايديل او المثالي طبع البروبر تكنيك using the correct technique is necessary for ensuring the diagnostic quality of images and reduce the amount of exposure to the patient re-takes are the major cause of unnecessary radiation to the patient and must be avoided استخدام تقنية اخذ الاشعة تقنية صحيحة وانه يكون الشخص او دنت الاسستنت اللي ياخذ الاشعة عارف الانجوليشن عارف الزوايا ضابط الامور بحيث انه يلقط الصورة من مرة واحدة فهذا الشيء حيقا للي كمية التعرض اللي تعرض لها المريض للاشعة اكثر سبب في عيادات الاسنان اللي يخلي المرضى يتعرضون للاشعة ما لها لازم اللي هي اخطاء دنت الاسستنت انها تضبط الانجوليشن فتحتاجة تعيد الصورة مرة وثنتين وثلاثة وحصلت وصارت وكنت اشوف انه الاشعة تنعاد مرة وثنتين وثلاثة واربعة للمريض زين وهو مسكين جالس ما هو داري والدنت الاسستنت ما هي ذح عارفة تضبط الاشعة واخر شيء بعد مرة وثنتين وثلاثة يقوم الدكتور هو يضبطها بنفسه لانه لاعت كبده من الدنت الاسستنت فلازم تعرفون الانجوليشن صح وتتمرنون انكم تاخذون الاشعة بطريقة صحيحة بحيث انكم تاخذون صورة تشخيصية من اول مرة وتكون الصورة مرة روعة ما تنعاد مرة ثانية البرغنانسي الحمل والاشعة ما في اي ادلة تمام انه الاشعاع او انه المريض يحصل على اشعة انه يتأثر بسبب الحمل ليش؟ لانه هي لابسة ليد ابرون ولابسة البروتكتف فما يكون في اي تأثير بس هما يفضلون عادة حامل لا تتعرضين الاشعة عشان ايش عشان يكونون في السيف سايد وين اليد ابرون is used during dental imaging procedure the amount of radiation received in the pelvic region is nearly zero the embryo or fetus receive no detectable exposure with the use of ليد ابرون لما يكون الليد ابرون ملبوس وبطريقة صحيحة او الليد ابرون سليم ما فيه اي كراكس تمام فكمية الاشعاعات اللي تستقبل في منطقة الحوض تقريبا صفر النطفة او الجنين طبعا لحزم مرحلة الحمل لما يكون فيه الثلاثة شهور الاولى يسمونها embryo بعد الثلاثة شهور الاولى لما يعدي مرحلة الثلاثة شهور الاولى حينتقل من مرحلة الامبريو يصير فيتس لما يكون في مرحلة الامبريو او في مرحلة الفيتس كمية الاشعاعات اللي رصيدت انه تعرض لها البيبي هو في بطن الام وهي لابس الريد ابرون zero رغم انه ما في ادلة علمية تقول انه تعرض الام الحامل الى اشعة الاسنان انا اقول اشعة الاسنان مو اي اشعة انها تأثر الا انه كثير من الامهات والدنتست يفضلون انه يؤجلون تعرض للاشعة الى ما بعد الولادة طبع البيدياتر الاطفال في عيادات الاسنان لما يتعرضون للاشعة اذا كان الاسنان اذا كان الاسنان لا يستطيع الامبريو الاسنان يمكن ان يكون المريض طفل وما يعرف يتعرضون للاشعة لما يكون المريض طفل وما يعرف يتعاون ويمسك الفيلم بنفسه فهنا نجلس الطفل في حضن امه او في حضن ابوه ونلبسهم كلهم الاثنين نلبسهم ليد ابرون ونترك الام او الاب هم اللي يثبتون الفيلم للبيبي لأنه نجلس الطفل في حضن امه او حضن ابوه لأنه هذا موضوع لفهم انه نجلس الاب او الام يمسكوا الفيلم للطفل هذا شيء مقبول ليش لأنه هيكون تعرض لمرة وحدة يعني هو كوالد تعرض للاشعة لمرة وحدة يعني لما يكون عندكم البيشنت طفل لا تققون صدر وتمسكون الاشعة انتم ترى طفل على طفل على طفل على طفل كل واحد هتمسكي له الاشعة او هتمسك له الاشعة انت انت قاعد تتعرض نفسك الاشعة ما لها لازمة الاب او الام يعني انت قاعد تشتغل في هذا المكان بشكل يومي وحتتعرض للاشعة بشكل يومي بينما الاب او الام حيمسك الطفل مرة وحدة وحيتعرض مرة وحدة وحيمشي يمكن سنة سنتين ثلاثة اربعة ما حيتعرض الاشعة مرة ثانية عكسك انت او انت كدنت الاسستنت انت حتمسك لهذا الطفل حتمسك بكرة الطفل ثاني حتمسك بعده الطفل ثالث حتمسك فهذه اللي هي كوميولاتف افكت انت قاعد تسوي لنفسك كرونيك اكسبوجر للإكس راي بدون ما تحس على نفسك عشان عشان تسهل على نفسك انه يلا اخذ الصورة وقفتك لا خلي الطفل يجلس بحضن امه امه او ابو هم يثبتون للفيلم شرح الكلام اللي قلت قبل شوية انت او انتي حتمسك مرة على مرة على مرة انت كده عرضت نفسك للكوميولاتف افكت للإكس راي اكسبوجر طيب الليد ابرون with thyroid color children are more sensitive to radiation than adults عادة الاطفال انسجتهم حساسة للاشعاعات اكثر من الاشخاص البالغين and so the use of lead ابرون with a thyroid color is especially important in this population انه يكون الليد ابرون حقهم مع thyroid color مهم جدا لالاطفال لانه ايش لانه محساسين اكثر للاشعاعات الطب الoperator protection and monitoring الحين خلصنا من حماية الpatient نجي لحماية الoperator حماية نفسنا احنا كdental assistant the dental must use proper operator protection measures to avoid occupational exposure to radiation include primary radiation leakage radiation and scatter radiation the dental assistant لازم يستخدم طريقة حماية او اه اللي هي وسائل حماية لنفسه بحيث انه يحمي نفسه من التعرض الوظيفي للاشاعات يعني بحكم وظيفته هو قاعد يتعرض للاشاعات يشمل اللي هو primary radiation الاشععة الاساسية والليكيج radiation اللي هي تطلعلي من التوبهيد والسكتر radiation اللي تنعكس من المريض هذه كلها انا امتصها انا كاوبريتر قاعد في المكان اخذ صورة اشعة عشرة مرضى في اليوم خمس عشر مريض في اليوم هذه انا اتعرض لها لازم اعرف الوسائل او الطرق اني احمي نفسي منها انه لازم نستخدم القوانين السيفتي في التعرض وكمان لازم عندنا اداء او جهاز يقيس تمام اجهزة تقيس كمية التعرض لما اوصل الجرعة معينة خلاص انا هنا والله انا انا تعديت الجرعة المسموحة خلال هذه السنة ما اقدر اخذ صورة اي اشعة اعتذر الدكتور انا ما اقدر اخذ ليش لانه انا انا اتعديت الجرعة المسموحة طيب كرونيك رادياشن رادياشن اكسبوجر عن طريق اتباع التعليمات والقوانين للردياشن اكسبوجر انت هنا تحفظ الردياشن اكسبوجر عندك على لفل زيرو حماية نفسي ما حتعرض الاشعاءات طيب الرولز رادياشن بروتكشن اكسبوجر لا تقف البرائمري بيم ابدا لا تقف في وجه اللي هو البرائمري بيم لا وراه ولا قدامه دائما نخليكم على زاوية 45 من الرادياشن بيم حتى لو كنتوا طلعتوا من العيادة خلكم يمين او يصار همشي ما تكونون في الدايركت وي في البرائمري بيم دائما اوقف خلف حاجز اللي هو اسمه الليد بارير او جدار سمينتي اللي هو دراي وال سميك تمام اذا ما عندي لهذا و لهذا غادر الغرفة بشكل كامل وقت الاكسبوجر او وقت التعرف طيب طيب مع البرائم مع البرائمري بيم دائما خلك على زاوية 45 يمين او يصار تمام طيب الرادياشن منترينج الادوات اللي تقييس كمية التعرف لما توصل لكمية تعرض محددة حيطلع قراءة خلاص ستوب انت يا آدمي ما عاد يسمح لك وضعك انك تتعرض لكمية اشعة زيادة خلال السنة عادي كلها خلاص وصلت الليمت حق هذي السنة الرادياشن منترينج can be used to protect the operator by identifying occupational exposure to radiation حيميز لي كمية التعرض اللي تعرض لها بسبب عمله ثري تايبز of منترينج ديفايس are used to determine the amount of radiation exposure to personal عندي ثلاث عنواع من عنواع الاجهزة اللي تقييس لي كمية التعرض للاشعاء أول نوع اللي هو film badge وال bucket demonstrator اللي هو pen style وال thermo luminescent device اللي هو TLD كل واحد منهم هذا موجود صورته طبعا كلهم وظيفاتهم واحدة وكلهم عملهم واحد يعني ما في ما في ه أداء أفضل من أداء كلهم نفس العمل وكلهم نفس الوظيفة طيب دوزيمتر أداء تستخدم عادة اللي هي دوزيمتر personal radiation monitoring badge the دوزيمتر badge should be worn at all times while the employee at work طالما أنت في العمل كموظف تحط الدوزيمتر دائما لنهاية الدوام بعد كذا تشيلها طيب at the end of the radiation exposure monitoring period عادة كل ثلاثة شهور كل ثلاثة سابيع إلى أربع سابيع يأخذون الجهاز يسوون له قراءة يشوفون كمية الجرعة اللي تعرفتها ويعطونك بعدين جهاز جديد حقيس ثلاثة إلى أربع سابيع قادمة سابيع سابيع أربع ثلاثة أربع 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 الجهاز للجهاز للمكان المسؤول أنه يقرأ يسجل القراءات حق هذا الجهاز حيحسب لي التأثير التراكمي اللي هو الربع سنوي والسنوي وأحيانا حق اللايف تايم حق هذا المنظف موبايل ديفايس أو كلاود بايس ريليستيشن أت ذير لوكيشن يعني في زي الأجهزة ما تحتاج أنه أحد يجمعها ويقرأها ليش لأنها تكون مبرمجة مربوطة في برامج نقدر نشغلها على الجوال ونحسب كمية التعرض نحن بنفسنا قديش نحن تعرضنا للإشعاء ونقدر نعرف أنه وصلنا أي لفل وإذا ما سموح لنا نتعرض للإشعاء زيادة أولى طبعا هذه غالبا تستخدم في يوفرونها الموظفين لحماية أنفسهم وما تكون متحكم فيها من قبل اللي هو المستشفى اللي مشغلهم عكس الأولى حتكون متحكم فيها من قبل المستشفى مشغلهم وحيكون في داتا بيس حتسجل بيانات وحيكون معروف أنه هذا الموظف مش مسموح لأنه يتعرض للإشعاء مرة ثانية خلال هذه السنة الدوزيميتر بادش أشيل الباجز وأحفظها في مكان حيث أنها ما تتأثر بأي قراءة ممكن تغير القراءات عندي طيب الألارا كونسبت يعني إيش الألارا كونسبت الألارا كونسبت اللي هي قليل بدرجة أنه يدي لي الغلط يدي لي المهمة ما أزيد الجرعة عشان يلا عشان احتمال أنه تصير الصورة أحسن دا منها تعطيني صورة صورة تشخصية واضحة خلاص أنا أحفظ الأشعاع أو المجرز على هذا الحد أنه بأقل درجة ممكن أنها تعطيني نتيجة مرضية كل طريقة ممكن أنها تقلل كمية التعرف لازم أنا أستخدمها دا منها متوفرة لي لازم أني أستخدمها عشان أقلل المخاطر The radiation protection measures detailed in this chapter should be used to minimize patient operator and staff exposure those keeping radiation exposure اللي هي ألارا أنه كل اللي تكلمنا عنه في هذه المحاضرة وفي هذا الشابتر يدخل تحت نظام الألارا concept اللي هي as low as reasonably achievable وبكذا خلصنا محاضرة ثالثة من الرادياشن شابتر 38 راجعوا أسئلة الشابتر فيها معلومات مهمة وفيها أسئلة مهمة والله يوفقكم ويفتح إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر